احرز سباستيان لوب سائق فريق البحرين ريد اكستريم مجموعة كبيرة من الألقاب في مسيرته في عالم الراليات واضاف لقبا جديدا بصفته سيد الربع الخامس على التوالي في مراحل رالي داكار في المملكة العربية السعودية لصالح فريق البحرين ريد اكستريم وعزز لوب انتصاره اليوم بالمرحلة الثانية عشرة التي تبلغ مسافتها 185 كم والتي امتدت عبر بعض اكثر التضاريس الصحراوية روعة وتحديا على وجه الارض ليحتل لوب وفابيان لوكين المركز الثاني للترتيب العام لرالي داكار بسيارة فريق البحرين ريد اكستريم برو درايف هانتر قبل يومين على انتهاء الرالي وفاز لوب حتى الان بنصف المراحل الاثنى عشر في رالي داكار لهذا العام وانطلق اليوم من المركز الثالث في المرحلة ليحتل المركز الثاني على التوالي في الترتيب العام في رالي داكار ترجمة نانسي قنقر